عندما وصفتي يعني كلماتك كلماتك أبكتني من الأعماق بعائلتك الإسودية وهيك عظمة اللقاء ممكن تصفيه للناس للمجموعة يسمعوها أعتقد يعني يندهشون حقيقة يا عزيزي احكيها من الأول كيف كيف بدأت معاك وليه قررت هيك وكيف نجحت فيها ممكن بداية أنا كنت خايفة مترددة فكرة أنه أنا أسافر في كونتاني ومختلف يعني ما كانت بالنسبة لي ما كان عندي الشجاعة الكافية أنه أنا أسويها يعني دائما كنت أسمع ممكن الواحد يروح اللي كوكب الثاني ممكن ما يعرف يرجع يعني هذا من الشيالي كانت مرة مخوفتني بعدين سبع التجارب يعني كيف راح وكيف كان وكتحمست أني أنا أجرب نعم وأول مرة أول جلسة يعني حقيقة زعلت على كل الأيام اللي أنا ما جربت فيها حقيقة أي والأشياء اللي أنا حصلت معايا أي أي الشعور الأمان شعور الراحة شعور المحبة كل هذه الأسماء الموجودة عندنا مختلفة تماما تماما أنت هذا قلتيه إيه قلتيه تماما مختلفة كانت النفق الضوئي كنت متخيلة أني لما أكون موجودة عند النفق الضوئي حخاف منه لقيت نفسي أنا أتاغمت معاه تماما الله طيب أنت دخلت خلال النفق الضوئي دخلت على النفق الضوئي يعني ما كنت خائفة ممكن تصفي يعني أو كيف يعني هو كيف كانت التجربة خلال النفق الضوئي بداية النفق الضوئي ما كان فيه خوف أو رحمة منه بالعكس كان فيه تناغم كان فيه ضوء كان فيه هو نفق الضوئي تتحس أنه هو يتناغم معك تصير أنت جذب الله 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 أنا أنا ما بعرف هوي هاي من تأتي يعني جلسات السفر بتاعتكم أنا أتأثر الله هذا الوصف هذا أول وصف هي كي أسمعه من طالب يعني يعني حسنا أن المكان ما هو غريب علي أنه أنا أول مرة أدخل دائم المكان يعني ما في أي خوف بالعكس يعني في حماس أنه أنا أكمل وفعل أن النفق الضوء يصحبك أساسا بس ما يصحبك بالطريقة إنه مزعجة أو مخيفة لا هو التناغم تلاقيك أنسحبت في النفق تماما خرج على كوكب يعني ما في أي معالم بس في سكون في فراغ يعني تماما ما في أي شيء بعدين دخلت على مركبة فيها كائنات بس أنا ما أعرف إيش هي كنت أول مرة أدخلها أحجامها مرة صغيرة الأحجام صغيرة أحجامها صغيرة ولونها كأنه غري كده شوية بس كلها نفس المقاس تقريبا ما في أي كلام أو حوار بيننا بس كان كله بالفكر مجرد أني دخلت عندهم أحتضنوني استقبلوني استقبال كان مرة حلو يعني ما أتفاجأت أنه كائنات غريبة ومكان غريب وأنا كنت خايفة بس أنا لقيت إنه الشعور هدك ما كنت يعني يعني شرت أبكي إنه ما يعني ولا أحد في الأرض استقبلني كده الله 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 طيب النظر بتاعك كنظر يعني جدا واضح زي ما أنت يعني تعيشين حياتك في الأرض لا النظر واضح تماما أنا بعد ما خلصت الجلسة الأولى والثانية حتى النظر في الأرض أختلف يعني صار كل شيء وفي وضع لا هي أقصد بالسفر الكوني طيب هذا عندما لانت تحكين أنت هذا تجربة الجلسة الأولى بتاعتك أو تجربة أول سفر تجربة الجلسة الأولى الجلسة الأولى الجلسة الثانية كانت في نفس المركبة بس المرة هذه ما كان في الكائنات هذه لا سنرجع للجلسة الأولى فقط من فضلك لو تسمح لي رجال إذن الآن أنت في المركبة ومع هذه الكائنات اللي وصفتها قلتي قصيرين قصيرين القامة قصيرين جدا أي وأجسامهم مليانة شوية يعني ما هم مليانين زي الباندا كده آه وفي المركبة وانت معاهم أي وتقريبا يعني ممكن عشرين اتنين وعشرين زي كده العالم وواضحين قصدك واضحين واضحين تماما ومبتسمين وشعور محبة وشعور يعني أي يعني كان في مشاعر مرة مختلفة يعني في ديك اللحظة أنا قلت لهم ما برجع على الأرض أنا معرف من هم ولا أعرف الله يعني حتى معرف إيش نوعهم إيش إيش المفتح يصير لو أنا جلست يعني بالرغم أني أنا في الأرض عندي مسؤوليات مرة كبيرة وفي يعني كذا أحد أنا يعني لازم أكون موجودة في الأرض بس وقتا أنا ما فكرت في أي حاجة ولا في أولاد ولا في شي أنا فكرت بس إن أنا الشعور اللي اختبرتوا هناك ما أقدر أرجع على الأرض تاني الله 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 هاي كلمة الله الله أنا من من الدهشة وانتي طيب في تلك اللحظات ما بتعرفين إيش اللي يحدث يعني تمام أنا ما عرف أي حاجة بس أعرف إنه إنه الموضوع ما يخوف بل بالعكس هو كان مرة الشعور حلو وكان إنه خسارة أنا من زمان ما سويته خسارة ما سافرت قبل كده اي طيب بعدها ماذا حدث بقيت معهم ماذا حدث بقيت معهم صوتك أستاذ راح وقتهم اي اختفى اه بقيت معهم أنا ما كنت عارفة أقول لهم بس أنا مصوتها بالشعور وهم نفس الشي إذا اتكلمت معهم في حاجة يجعبوني عليها غير كده كان بس مجرد بسامات وأحطان وزي كده يعني ما كان فيه أكتر يعني ما كان إنه أول مرة فماني عارفة إيش لازم أتصرف يعني ما كان بعد ساعة بعدين رجعت لما أنت خلاص قلت إنه لازم نرجع على الأرض للجسم وكده فرجعت وبعدها اتحمست إني قررت إني كل يوم لازم أعمل جلسة لا في جلسة الأولى أنت أول ما جربت للجلسة لا أقصد من رجعت من الجلسة الولى قررت إنه تستمرين هذا أقصد أيوة أيوة بعد جلسة الأولى قررت إنه أستمر لأنه أريد أقصد إنه التقيت إنتي بعالتك الإسودية بأي جلسة الجلسة الثانية في الجلسة الثانية في جلسة الثانية أي هو هذا اللي أنا قلت لك أبكيتيني من حدفين حقيقة يعني في ذلك اللقاء من قلتيلي. اي اي ابكيتين. اي في الجلسة التانية. اي. اه نفس الموضوع مشيت في النفق الضوئي. اي. وصلت في نفس الكوكب وصلت في نفس المركبة بس هادي المرة الكائنات هادي ما هي موجودة. اي. الموجودين كان الاندروميدان. اها الاندروميدان. اي وعلى العكس تماما كانوا اطول كان هنا هم شوية على ازرق اكتر ضوء ازرق. اي. انا لما شفتم عرفت انه هم الاندروميدان. يعني من المحاضرات كده. يعني عرفت الاندروميدان. طيب ممكن بفضلك عفوا. ممكن تصفيهم ايضا نفس القوة ويعني نفس القيادة ونفس الهدوء هيك تقريبا ونفس الحب. هاد اللي فاجأني. اه. الكائنات الاولى كانت بسيطة اكتر. هاد الكائنات آآ رزينة آآ آآ رسمية اكتر امكن. طيب. اه. انا اتقاجعت انه انا يعني مو هم اللي انا شفتم اول. بس من شكلهم عرفت انه هم دولان اندروميدان. وكنت تحسين حكمتهم اعلى من الكائنات الاولى بالجلسة الاولى. اعلى اعلى ايو. اعلى كتير. كانوا كانوا شخصين. والنصف المركبة هادة تماما. يعني والسكون مرة. فوقتها انا سألتهم قلتهم انا من اندروميدان. اي. قالوا لي لا انتي من الكائنات الاسودية. وفورا كده لقيت نفسي في الكوكب الثاني. اللي هو الكائنات الاسودية. الله. الله. انا هسأليهم ما بعرف ليه متأثر. الشيء هيكي. واعتقد الطلاب متأثرين. لان انتي ترسلين طاقة ما بعرف جاي يصير. اي. اعتقد طيب ممكن نسأل الطلاب انتو متأثرين? انا متأثر ما بعرف ليه. من اشعر يعني. اي. 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 انا متأثرة انه يعني من اول جلسة. اي. يعني هي اساسا كانت مستعدة. اه. بس ما كانت تعرف ان هي اساسا الكون مقدة انها تسافر سفر كوني. وان عائلتها اساسا انهم اللي يعني اللوها للقناة ولي يعني فهم اصلا شكيلة ويبغوا يشوفونها. فتقدم بقصة يعني متحمسة بيعرف ميش صار لما لك. اي اي. كمل استعد. اي عزيزي طبعا يلا. اه بعدين فورا لقيت نفسي في كوكب مختلف الكوكب الثاني الاستودي مختلف تماما عن الكوكب الاول هادئ ما في ملامح كثير ما في زرع ولا شيء. كوكب الثاني كان. انت كنت في المركبة وحتى حتى فقط. انا كنت في المركبة بس برا المركبة كان كله كله يعني زي لما يصوروا سطح القمر هادئ ما في كل. اي. يعني كده اه نفس الارض كأنها زي صح مو صحرة بس انه ما فيها شجر او زرع وكده يعني. يعني هم قالوا لك لا هم قالوا لك انت من الكائنات الاسودية تمام اولا. وكتا قالوا انت من الكائنات الاسودية ونقلوني فورا للكوكب الثاني. كوكب الاسود. اللي هو الاسود ولا الفاضي قصدك الفارغ. الفاضي هو اللي في الاندروميدان. ها يعني انت بجالسة ثانية مش في في المركبة التقيت مع الاندروميدان. لا كنت برا الكوكب بعدين دخلت المركبة. الله. ها. بعدين نقلوني هم على الكوكب الثاني. الكوكب الثاني. اي. اه. كأنه زي حدائق ممتدة ما لها نهاية. يعني كلها اشجار. اي. انواع اشجار غريبة. انواع اه نباتات غريبة. اه. اي. وحد يعني يعني مثال يعني انه مثلا زي الورود او كده. اي. حولها فيه زي الضوء زي زي كريستال كده. لمعة الكريستال. نعم. يعني ما شفت انا زي كده في حياتي كلها. حاجة زي بالصفاء ده بالالوان اللي انا شفتها. انا فقط اريد ان اسألكي لان دائما يأتيني هذا السؤال اقصد. لكن ما اريد اقاطعك بس اريد الان هيكي وصلت هيكي مرحلة قلت لازم اسألكي. انت لان بهاي الجلسة بهاي الجلسة. انت بجسمك البشري الارضي نفسه وفي كوكب اخر ولا جسمك تغير. انا دفعنا كل سفراتي بنفس الجسم. بنفس الجسم هذا اي. بنفس شكلي تماما. اخر مرة كنت بس عند العائلة الكونية. اا ما عرفك ايش لبست حاجة كده وصرت اطير معاهم كده حلق على الكوكب. الجلسة الثالثة اللي وراها موش الثانية. اي والثالثة. دعا سخالي نبقى بالثانية الان. نبقى بالثانية. اي. انا انما بذكر القصة وبحكيها بحكي كايني نفس مشاعر اللحظة اللي انا كنت هناك يعني نفس المشاعر. يعني بجعه اتأثر من جديد انه. اي فعلا واضح اي صوتك وعواطفك واضحة جدا جدا اي. اي. فلما وصلت الكوكب الثاني كان معاي اه شخص واحد من درامتن اه وصلنا عن بوابة كبيرة اه. فدخلت انا هو ما دخل بس هو كان بيوجهني من غير كلام يعني بالتفكير بالفكر بيوجهني كده انه انا كيف ادخل وكيف اعرف المكان. مجرد دخلت لقيت اه كأنه ملك اه. اه. ووجهه يعني يشبه الاسود بس ابيض. نعم. ولابس اه ملابس اه لونها احمر مع دهبي. انا يعني مجرد انه شفته هيبة الملك وكيف اه. ما سار يعني هو ما تكلم معي ولا اي حاجة. انا سرت ابكي وحضمت وعرفت انه هو والدي الكوني. الله. 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 هذي هذي هذي. مبكية جدا. اي. هذي مبكية جدا يا عزيزتي. في كوني العظيم يباركك. ويبارك عائلتك الكونية. طيب هو كيف شعورك في تلك اللحظات الآن. ما يعني ما اقدر اوصفه. ابدا اي. ما اقدر اوصفه بس لحظتها عرفت انه كل شيء انه وجوده فيه فك. ما كان طبيعي. ما كان حقيقي. يعني كان مجرد مسرحية كبيرة. وانا كنت مصدقتها. في الارض قصدك حتى يعرف الناس يعني. ايه. في الارض. يعني كنت تقصدينها. ايه. في الارض كانت مسرحية. ايه. انا كنت مصدقتها واخد مني طاقة واخد مني فكر واخد و هي في الحقيقة ما كانت. ايه. يعني قصة حقيقية يعني. طيب يكون واضح والدك الان في ذلك اللقاء. جدا واضح? جدا جدا واضح. اوضح اوضح من اي شيء في الارض. الله. ممكن تصفيه كيف? كيف? يعني. يعني. مو بس شكليا حتى مشاعريا يعني كيف احتضني كيف هتعامل معي. عجيب يا رب ايه. طيب شكله كيف شكله? جسمه طويل القامة ممكن تصفيه. طويل طويل القامة عريض. اه. اه صحي. يتميزونك بالضخامة اي اي اي. يعني فيها بيني. او مجرد يدخل تعرف انه هذا ملك. صح. والله. وانت وانت بنت الملك الان. بصوا. اه. هذي اللي تحكي بنت الملك. وانا كم مرة اقول بالفيديوهات والمحاضرات يا. يا انسان انت ابن الملك. اي بصوا. هذي الان كل واحد يسمعنا. ويصل صوتي. هذي بنت الملك. الله. اي وانت يعني انت الملكة. يعني انت الان ماذا نسميكي انت اصلا. الله. اه. لا في الملكة شفت الملكة والدة الكونية وشفتها. الله. الله. اي. اي. اي عجيبة هاي عجيبة. يعني شخص ممكن هو انت يا اقصد ضعتي. ما باعرف خمسمائة الف سنة. مليون سنة ضيعوكي ضيعونا. اي. وبعدها اخر شيء. اكتشفنا كم الفبركات. وانا سألتك اول ما اول ما احطت. اي. اي. احطت اي. 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 وابكي يعني طول وقت انا بابكي. فقال لي يا. يعني انه في دور كان لازم يسير. يعني يعني ما ما دخل معي باي تفاصيل. لانه انا كنت مرة منهارة. يعني ما دخل معايا انه انه يعني اخدني على مكان كانت. الله. زي بيغير الموضوع. الله. اي. يعني انه بيغير الموضوع. لانه يعني اللقاء كان مرة صعب. يعني صعب انه انا يعني كل ما افتكره افتكر نفس المشاعر. نفس الاحساس الضياع اللي انا بكنت في كل ده افتكره في وقتها. طيب انا. يلا السمري. لا لا السمري. السمري يا عزيزة انتي. بعدين دخلنا المكان زي قصر كبير كده. دخلنا عشان انا سألته قلت له ابو اشوف والدت الكونية. اي. ابو اتعرف عليها. فدخلني في مكان اه شفت اه سيدة بس هادي انا عرفت انه هي اختي. ما هي ما هي والدتي. بشكل الاسود يعني العوالي الاسودية الكونية قصة. كلها هم اشكل الاسودية بس هي هادي يعني كانت اه بنت وكانت يعني انا اول ما شفتها ما قلت انه هي والدتي. عرفت انها اختي. بدون ما اني ما عرف كيف عرفت بس انه سلمت عليها. وايضا فيها ملامح الملكة. عفوا. الملكة والقوة هيكي والقيادة. بيها ملامح الملكة بس اه الطف. يعني واجهة يعني مو مو بنفس الحزم اللي في المالكة والملكة. الله اختك هادي. هادي اختي. انا انا يعني مجدد شفتها عرفت انها هي اختي. فسألتها قلت له احنا بس يعني ما عندنا اخوان اكتر. يعني كنت حابة تعرف على عائلة مرة واحدة كده في كل نفس اليوم. ايه. فقالتلي لا في بس اخ واحد بعدين حتعرف لي. بعدين هي هي اخدتني ودتني غرفة تانية. كان في سيدة واقفة مديتني ظهرها. فهي لسا يعني ما لفت. انا عرفت انها هي هادي والدتي. الله 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 الله. انا فقط. يعني حتى ما بعرف من اقول الله الله. يعني هي الدهشة والصدمة هذه ايه. يعني انت من تقولين هيك هي. يعني انا الآن الصور الصور ماذا تأتين الصور. يعني انت من الارض. وانت هناك من دهشة. انا ارى ارى الصور والدك الكوني واختك كونية. وكوكب جديد وتريهم بوضوح. انا هذه الصور. يعني يعني ما بعرف كيف نصفوها هذه. وضوح تام يعني كل الالوال كل شي واضح كبام. ايه. ايه. مجرد شفتها نفس الشي رحت احتضنتها وقت تبدأ الوقت جاء والدي الكوني معانا. ايه. واختي موجودة كلنا واقفين كل ما هما مندهشين انه انه انا يعني فعليا كاني كنت معهم قبل ساعة ما كانه انه انه انفصلوا واقفت ورجعت. الله. ايه. يعني. 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 الاجواء درسها ما كانت غريبة. ليه ولهم نفس الشي. يعني كأنهم متعودين عليها. مو شي غريب يعني. طيب ممكن تصفين عفوا من فضلك. ممكن تصفين والدتك الكونية كيف شكلها. ايه. يعني. ممكن تقدرين؟ اه. اه. قريبا من ملامح الوالد الكوني. بس. يعني. على. انه. 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 انه شكل سيدات اكتر. نفس هيبة والرزانة نفس هيبة الملك تقريبا بس على شكل أنثوي أكتر الملابس كمان نفس اللون بس ديزاين أنثوي أكتر طيب هل السيدات من العوالي السودية أيضا يرتدي أن شاهدتي هيك أساور ما بعرف ممكن أو أحجار كريمة حول الرئيس أحجار كريمة الملك والملكة والملابس كان لونها أحمر مع كده زي خلود ذهبية عنجيب هذا هذا مدهش هذا هذا مدهش ما بعرف كيف أكثر من مدهش هذا بعدين أخذوني في مكان زي اجتماع كبير كان فيه طاولة كبيرة فيها ألاف الكائنات كثير منهم الكائنات السودية بس فيه كائنات مختلفة تانية ما عرف تشبه إيش يعني زي اجتماع كبير في ده الاجتماع عرفوني على أخوي الكوني بس هو مو مرة يعني أعطاني مشاعر أختي كده والاستقبال إنه كان فعلا مشغولي يعني كان في المكان ده إنه في زي قرارات أو شيء لفت نظري إنه كثير من ديكورات الاجتماع نفس الألوان يعني الأحمر خيوط الجولد يعني نفس الفكرة نفس ال يعني وكأنه كأنه فيه يعني المكان فيه فخامة يعني 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 الألوان اللي هي اللي تدلع الفخامة على الهيبة على طيب في ذلك الوقت عفوا ممكن ولو يعني هذا الاستفسار في ذلك الوقت صوتي تسمعيه انقطع صوتي ما هو وضعك علاقتك بالأرض انتهت ما انتهت تتذكرين الأرض انتهت انتهت تماما يعني تماما يعني أنت مش في جسمك الآن ما تسمعين صوتي ما أسمع الصوت أبدا وهناك أنت الآن في أكوان أخرى أيو أنا كنت هناك ما كنت أسمع الصوت النهائي أين بعدين سمعت لما انت قلت انه لازم نرجع على الجسم وكده بس حسيت انه أنا ما كنت أبقى أرجع انه الوقت كان مرة قليل يعني ما حسيت انه رغم ان هي الجلسة طويلة لما شفتها بعدين على اليوتيوب كانت مددها طويلة بس أنا حساب هذا كله صار يعني سريع جدد ما كان الآن انت في في الاجتماع الآن تمام في الاجتماع طيب ماذا هدف خلال الاجتماع هل قالوا لك يقولون لك شيء معين يرحبون فيك ماذا يحدث يعني هناك يعني في البداية بس تعرفوا الناس اللي في الاجتماع انه أنا يعني من نفس العائلة الكونية الكونية وانه أنا يعني بنت العائلة وزي كده بس بس المقدمة البداية بعد كده خلاص رجع للاجتماع وفي الاجتماع انا ما فهمت ايش التفاصيل بس فهمت انه في شيء يعني زي قرارات لازم يعملوها بس ما عرف تفاصيلها طيب رجعتي لعائلتك الكونية الان ام ماذا حدث بعدها بعدها رجعنا على الارض خلاص وانتهت الجلسة اي بس الان مجرد افتكرهم خلاص انا اروح بدون جلسة فكنت برضه اعرف هل عادي اعمل كده ولا لازم اعمل الجلسة اللي هي المسجلة لان انا الاقي نفسي هناك في اوقات كتير مرت في اليوم اي تحدث لا تحدث فعلا تحدث يعني تحدث لي قسم وحسب طبيعة جسمك وطبيعة وعيك وايضا اتصالاتهم صح جدا يعني فهو يعتمد من انسان الانسان من تجربة الى تجربة لكن انت اتصالك جدا قوي بس احيانا انه انا مثلا اباسأل حاجة محتارة فيها الاقي نفسي هناك رجعت بس بعدين افكر انه لازم اكون ممكن متصلة بالجلسة اللي باليوتيوب يعني ما احسر لا لا هو حسب انتي لا هي حسب الترددات ممكن في بعض الحالات تحتاجين الجلسة يعني ممكن للاطمئنان اكثر ممكن للاستعداد اكثر وممكن في مرة ما تحتاجين جلسة اي اي طبعا ممكن اذا تكون جلسة عميقة جدا وصعدتي ايضا اي بس انا لاحظ انه كل مرة ابو اروح عن طريق الجلسة لازم الاندروميدان هم اللي وصلوا لي ما اروح دايريكت اها يعني قصدك حتى بالجلسة الثالثة وصلت الى الاندروميدان لازم اكون على المنطريق النفغ الضائي بعدين على الكوكب الاندروميدان بعدين هناك احد لازم اروح معي لحال ما ما عملت ما روحت ولا مرة انت هسا ما عملتها لحالك ابدا يعني لا يعني قصد انه حتى بالفيديو ما اروح دايريكت على الكوكب والاشود لازم امر على الاندروميدان لا انت لحالك ما عملتها بدون جلسة يعني ما عملتها لوحدك وصعدتي عملتها ولا مو جلسة بس تصير معايا كده فجأة وانا مثلا بشتغل وانا بالبيت فجأة لاجي نفسي واصلتي بس مو انه انا مرتبة انه انا حسافر سفر كوني وتكون ايضا نفس يعني بنفس مستوى الجلسة يعني انت هناك وتحكين معاهم وتريهم وهكذا ايه بس انا اكون شوية متلخبطة انه المفروض اعمل كده والمفروض ارجع وعمل جلسة يعني عشان الموضوع الجديد علي فما كنت عارف كيف الطريقة الصحيحة جوابي الذي انت ترتاحين فيه تتناغمين معاه ممكن يعني اذا انت مثلا في يوم مرتاحة ممكن تغمضين عيونك هيك تباركيهم يعني تتمددين ممكن وتصعدين اذا تشعرين تحتاجين الجلسة والنفق الضويم هو يعتمد على كل يعتمد وعي مستوى فهم ايضا الطالب هكذا ايه طبعا الان خلينا نرجع للجلسة الثالثة الان الان ايضا ذهبتي الاندروميدان ايضا ارسلوك مرة اخرى الى نفس المكان نفس البوابة نفس المرة المرة دي المكان مختلف يعني ما كان جوت البيت كان في الحديقة الخارجية ايه فلقيت والد الكون فسألته انه يعني ليش انا في الارض السؤال مهم هذا ايه هذا جدا مهم هذا السؤال ايه يعني ليش ما اخدتوني ليش فقال لي انه هذا عشان فيه واجب لازم تعملي في الارض كان لازم انه انت تكون موجودة بس احنا كنا معاك طول الوقت الله 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 ايه هذا مهم هذا ايه يعني انت كنت بتتحط في مواقف وفي ظروف صعبة وفي مشاكل صعبة احنا كنا بنخرجك منها وفجأة لقيت زي شريط كده زي سنة سريعة كل المواقف فعلا انا دخلت فيها وخرجت منها احيانا اقول يا الله كأنها معجزة ده وقتها كده كنت افكر فذكرني بيها كلها لحظة يعني كلها شفتها فقال لي احنا كلها كنا معاكف وكنا شايفيني وكنا بنساعدك بس يعني لازم تعدي الدور ده الله 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 اي فرجعت سألت تعالي ايش هو الدور اي قل لي الدور انك تساعد وتسعد الناس اي 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 صح كلام جدا حكيم اي هو هذا الدور فعلا يعني وتسعد الناس الله اي عزيز انت وانا فرجت بالرسالة يعني الرسالة يعني حلوة لا يوم اكثر من هذه فيها احساس العطاء والانك تفرح احد هذا الاحساس مرة ممتع لا تفرح وساعد وتشاركهم بالطاقة الهيجابية وهذا اجمل شيء وهذه غاية غاية الخالق المحبة طبعا المحبة اي مشاركة المحبة حقيقة اي وهو هذا يعني يعني هاي المشاركات جدا مهمة انه انه الانسان يعرف ان اصوله يعود لاحظه الى الى هذه الاكوان الى هذه العوائل العظيمة اي بعدين ربط لدوري في الارض ايش كان فانه كان دوري في الارض قريب من نفس الرسالة اي يعني انه انه انت اخترت التخصص واخترت الدراسة واخترت كل حاجة عشان هي اقرب شيء للرسالة حقيتك ما كانت صدفة اي نعم اه اي يعني هذا استاذ مبارك ان احنا بنختار تخصصاتنا وحياتنا بالان على الرسالة حقيتنا صح مو هو انا ما بعرف الان يعني مو هو شوية الان النقاش يأخذ ابعاد هو حسب تجربة الانسان مو هو مع كل احترامي طبعا وتقديري وهم اعرف يعني اقصد لان هذه الكائنات عندها حكمة عظيمة لكن انا بالنسبة لي ما بعرف انا احكي تجربتي انا بالنسبة لي وانا قلتها سابقا وقل انا اسقطت اسقطوني يعني ما بعرف عمل فبرك خلال حياتات وات وات ما بعرف اي رقم الان اللي انا فيها بس هذه تجربتي اي انا اسقطوني انا من الاندروم اذا وسحبت سحبت خلال حياتات وهي هاي كلها الفبركات الان وصلنا ممكن هذا انا اا اللي اقوله يعني حقيقة اي والان ممكن الان هي بالنسبة لي ممكن هاي الحياة الاولى ممكن هاي اول حياة اللي انا اعرف انه انا انتم لعائلة كونية ممكن الان بدأت يعني اي لكن انت كيف تعرفين هم يعرفون طبعا واذا انت مقتنعة تشعرين قناعة يعني اي هم اعرف حقيقة انا هذا ممكن جوابي اي اعرف بهذا طيب انت تحسين انه مهنتك يعني مرتبطة برسالة اقصد اي 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 هذا صح جدا برفة الرسالة بالضبط يعني مهنتي يعني مساعدة وساعد نفس الفكرة بتبا رائع جدا عظيم جدا عظيم جدا اي 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 مدهش بعدها جربت تجربة التحليق فوق الكوكب وكانت يعني اي يعني كان تجربة عظيمة بالنسبالي نفس الجلسة الثالثة نفس الجلسة الثالثة يس هلقتم معا يعني اي كعائزة عقوني نفس القماش هذا اللون الأحمر والبسته ونطلقنا بنفس شكل الأرض يعني اي هم بنفس هم بنفس الزي وأنت بنفس الزي الأرض وسافرت حلقتم لا أنا لبست نفس الزي طبعهم اللي هم اللبسين الأحمر اه طبعهم اي كيف حدث هذا يعني أنت رأي تفاجأ هيك ملابسك تتغير لا هو والدي يعني لبسني زي زي رداء كده أحمد وأعطاني مهتاق كده يعني كبير كده زي لون الذهب كده وطلعوا يحلقوا وأنا لقيت نفس طلعت مع مع عرفت فعرفت أنه هذا الرداء زي لي ساعد أو هاي القوة الروحية عندهم أو وفعلا شعرتي بهذا التحليق يعني فعلا أنت رأيتي تتركين الكوكب وتحلقين حسيت خفة في الجسم حسيت أنه إحنا مسجلين للجسد هذا أنه جسد قابل أنه يطلع ويتناغم ويحلق وكل حاجة الله 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 وحلقتم الآن باتجاه أين يعني فين باتجاه أي تجاه أم فقط تحليق لا تحليق على نفس الكوكب بس كال جولة بيعملوني في الكوكب بشي في المكان بس الكوكب يعني ما تخلص المساحات اللي فيها المساحات الغابات والأشجار وهذا يعني حتى من فوق نفس المنظر أنه على مد النظر ما لها نهاية وموجودة كائنات سودية يعني تشاهدوها عوالمهم يعني مدنهم عوائل تانية بس مش سودين كلهم سودين يعيشون وتريهم بوضوح بوضوح أطفال كبار الغريب أنه كل الكوكب يعرفوا بعض مو زي في العرب هذا صح وكلهم متناغمين مع بعض تمام كلهم متناغمين كلهم يعرفوا بعض وأنا لما كنت معاهم حتى وأنا بحلق ما كأنهم فصلت عنهم لمعرف كم عجيبة يعني كأني ما زلت موجودة يعني حتى الناس الموجودين في الكوكب كلهم يعرفين هذا هذا مدهش هذا التناغم أنا أفكر فيه أنا دائما أفكر أفكر كيف وصل إلى هذا وهذا أنا أنا أناقشه معاهم باستمرار تعرفون كيف وصلت الاندروم إذن وليه إحنا في الأرض هكذا أنا باستمرار أنا أناقشهم أريد أن أعرف حقيقة عندهم هاي التناغمية عجيبة يعني الاتحادية القوية مدهش مدهش هذا وأيضا السعادة شعرتي فيها يعني المحبة كما يعني من تجارب الطلاب الآخرين كلها موجودة يعني كلها يعني أنا ما كنت حب أرجح نهائيا يعني ولا فكرت في أطفال ولا فكرت في وسئوليات ولا فكرت في أي حاجة يعني خلاص فكرت أنه كل الأحاسين اللي حسناها في الأرض ما هي حقيقة أي أبدا أبدا مش حقيقة بما فيها مشاعر العيلة الأب الأم هذي يعني جزء ضعيف صح ضعيف جدا لا جدا ضعيف أي فعلا أي فعلا أي طيب ما في تعلق إحساس التحرر بعد من أحلى الأحاسيس اللي كانت حسنا ما في تعلق نهائي كله إحساس متحرر طول الوقت أي استمريتم بالتحليق بعدها بعدها خلاص رجعت سمعت صوتك في ترجع الأرض فخلاص رجعت بس يعني مقبلها ما كان في أي حال يعني حتى الكلام والحوارات كلها بالفكر ما فيه أي أي فعلا وعندهم قوى روحية عالية جدا هي بهذه التحليقات وبناءهم للتكنولوجيات وبناءهم للمدن قوة قوة عجيبة يعني أي هكذا يعني وممكن نعمل نعمل يعني نعمل معاك جلسة وأيضا تسعدين مرة أخرى ومرة أخرى لأنهم ينتظرون طبعا تعرفين أنت بنتهم أنا بعدها سرت لما أطلع على الشارع مدينة يعني مو أنه مثلا مكان ظلام أو شيء لا مدينة طبيعية يعني أطلع على الشارع وأنا ما عشي ألاقي نجمة نفس اللون الأحمر ده تتبعني في كل مكان هم لا هذي هم يعني كل مرة أخرج ألاحظها لا هذي النجمة فقط أريد أن أوضح هذي النجمة هذي هم هم عندهم القابلية هو ما يقدر يأتيك بجسم الأسود هم عندهم هذه القابلية أما تكون مركبتهم أو هم يكونون كعائلة ويصبحون كنجمة انتبهي الأمر جدا مهم هذا يعني إحنا معاك يعني إحنا أهلك عائلتك فأنت مباشرة باركيهم اتصل معاهم ممكن تسافرين باتجاههم اعرفي هذا أنت أنت لا ترين ها تقولين نجمة هذه ليست نجمة هذه أما مركباتهم أو هم الكاعينات نفسهم عندهم قوة قوة نعم قوة يشعون ضو ويصبحون على شكل نجمة وهذه القوة الروحية يعني اي هو هذا ما يسمى بالقوة الروحية والأبعاد الأخرى يتحولون بالجسم يبنون مدنهم بالفكر قوة قوة هائلة يعني أخفيت عننا كلها أخفيت صحيح وعندهم خفة خفة سهولة يعني بهاي الأمور مش زينا الثقل خفة صحيح الثقل يعني أول ما تكون موجود في السفر الكونية ما تشعر أنه أنت يعني في الأرض كان فيه ثول غير عادي يعني يعني كده الشعور مرة يختلف أي رائع نصلي من أجل والدك الكون كلنا رجان كل اللي يسمعنا شباب نصلي من أجل والدك الكون نتحد معاه ويمتل والدك هو معنا الآن طبعا يجب أن يكون لأنهم ما حدهم زمن ومسافة نصلي من أجلك فيك نقول تمتل بالمحبة والحكمة والسلام والكون يبارك مسؤولياتك نصلي من أجل والدتك وأختك وأخوك وعائلتك الكونية تعيش مدنهم مجتمعاتهم حضارتهم بالسلام الأبدي وهم يحبوك ويفتخرون فيك وأنت قائد عظيمة يا أخت المبارك ومبروك يعني حياتك الكونية تريليونات التبركات والكون يباركك يبارك أنفاسك المقدسة ويبارك أيضا رحلتك الأرضية نعم أنت أتيت لمهمة وتنجحين في إداءها في إداء هذه المهمة وهم يفتخرون فيك يحبوك اطمئني أيضا حياتك في الأرض عظيمة الأكوان معاك تباركك وهم بالسمرار معاك يباركوك والأرض فخورة بك يا عزيزتي ونحن فخورين بك والأكوان فخورة فيك والنجوم هذه اللي رأيتها فخورة بك الكون العظيمي باركي في كل نفس تتنفسي تستلمين كل خيرات وبركات الأكوان تم لحياتك اللوم وكل يوم آمين 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 آمين